موسيقى الآن مع كلمة الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو فليتفضل سيادته بسم الله الرحمن الرحيم ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين صدق الله العظيم وإتطأ أقدام الداخلين الثرى الحضاري المهيب تطل المحروسة مدينة من ذاكرة يقضى كانت وظلت وستبقى كانت احدوثة الزمان وأعجوبته أحقابا طوالا تربت على طفولة البدايات وتسطر على البردي أسرار النهايات ظلت على مر السنوات مشهدا في البذل والإيواء والعطاء لا يتعب ولا يتأفف وستبقى على جبين المكان وطلاقة الزمان رواية شاخصة في محفل الخلود إنها مصر وهذه قاهرتها وليس كمثل القاهرة بين مدائن المعمورة من استقر اسم قطرها علما عليها تقول مصر وأنت تعني القاهرة وتقول القاهرة وأنت تعني مصر وتلك أحدوثة أخرى في عبقرية المكان بل ليس كمثل القاهرة بين المدائن من تقافزت الأسماء على أديمها وهي لا تبدي غير التبسم والرضا فهي أون على عهد الفراين وهي هوليوبلس على عهد اليونانيين وهي الفستاط على عهد الأمويين وهي العسكر على عهد العباسيين وهي القطائع على عهد الطلونيين وهي القاهرة على عهد الفاطميين ثم إلى ألف عام بعدهم مدينة من حفاوة سمراء وحكمة معتقة وصولجان عريق ونكتة تعانق بالضحاكات صفحة السماء أسطورة هي في كتاب الأساطير وحقيقة في أسفار الدأب والمثابرة والبناء تتعايش مع الواقع ولا تنسى أنها موكلة بنسج الأحلام ومهامسة البنفسج مدينة مجبولة على التنوع معتادة على استيعاب القادمين إلى باحاتها وساحاتها فما تمر سويعات إلا وهم بعض المشهد القاهري وجزء من حراكه وتجاوبه هنا حيث الأزهر يشد بالأطناب الرواسخ معالم الدين ومعاصمة وحيث الأوبرا منذ عهد إسماعيل تهزج بأقانيم الفن وأقاليم الجمال هي كرمة بن هانئ حيث ناغى أمير الشعراء شوقي أغاريد الشد السحري وهي دار الكتب حيث أبدع طاه حسين وجالس العقاد الأفكار الكبار وجاوره الحكيم والرافعي والبدوي والسنهوري هي بين القصرين وقصر الشوق والسكرية ثلاثية نجيب محفوظ بالأمس وهي العاصمة الإدارية الباهرة بكل حداثتها اليوم هي مدينة الألف مئدنة مشرئبة في إخبات واعتزاز هي مقر جامعة الدول العربية ومسرح الدبلماسية العالمية الموارة الأدارة هي الأهرام على لسان شاعر النيل حافظ إبراهيم وبناة الأهرام من سالف العهد كفون الكلام عند التحدي هي صيال الأهل والزمالك على ملاعب الإبداع المستدير هي إطلال أمك الثوم وجندول عبدالههاب هي كل أولئك وغير كل أولئك كثير فمن حيث تنتهي الرواية يرافقك راو بحديث أخرى تقول لك بدأت وكنت تحسبك انتهيت فيا صباحات النيل ومساءات ضفافه الوسنى شاب الزمان وما يزال النيل في شبابه صادحا بالسقيا صاهلا بالخصب ولأن كانت مصر هي هيبة النيل فإن القاهرة هي هيبة مصر وأنشودة الزمان وها هي اليوم وها هي اليوم على متارف الشرف ومطارفه عاصمة للثقافة في العالم الإسلامي لعام عشرين أثنين وعشرين ناثرة على الدروب والمهج الأنظار مئات الحكاية الجائلة بين فن وأدب وفكر وعلم وتعايش حضاري وتنوع ثقافي ناهضة به من جزالة خبرة موثوقة في إدارة الشأن الثقافي تفيء إلى منظمة الإيسسكو اليوم وفي ذاكرتها الهتون تستخب أصداء التاريخ والحضارات والثراء المتدفق بالنشاط والإنجاز على أرض القاهرة التي تطلق لعينيها العنان فتستشرف الغد الأخضر المؤتلقة على مضاف رؤية عشرين ثلاثين رؤية تمضي بها الجمهورية الجديدة في ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بخطا مكتدرة لتحقيق أمال شعب يتقن فن الحياة ويمسك بخيوط الشمس ويسرب بسمة الأمل لكل الناس بقاهرة المعزي بقاهرة المعزي نثرت عطري ففيها النيل بالأمجاد يجري بقاهرة المعزي نثرت عطري ففيها النيل بالأمجاد يجري وتاريخ لها يروي مداه صحائف بالمآثر منه تثري فنونا فنونا ناطقات بالمعاني وآدابا جنى نثر وشعري وإرثا من علوم لاصخات أحاطته العلوم بكل فخري فأهل الفني فأهل الفني والإبداع قالوا بأن تراثها للدهر يسري فمنها النابغون علوا علوا ومن آدابها أغنيت فكري فمن بين العواصم فمن بين العواصم مثل شمس إذا ضاءت فبالأضواء تزري فمهما قيل عنها لن يفيها مقال فهي درة كل عصري فهي درة كل عصري فهي درة كل عصري تحية مصر والسلام عليكم شكرا